الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في أحكام الأذان والإقامة الأذان إعلام وهو الإعلام بدخول الوقت وألفاظه خمسة عشر وتسعة عشر على من جعل فيها الترجيع وهو أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أرسل الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض ثم بعد ذلك يرفع بها صوته وعلى ذلك جعل هذا أذان مكة وهذا أذان المدينة وكلاهما صحيح والإقامة هي الألفاظ التي تكون بعد الأذان إعلام بإقامة الصلاة وتسمى أذانا وإن كان بعض العلم يفرق في ذلك لكن الدليل هو العمدة في هذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقول مثل ما يقول المؤذن وقال النبي ما بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذانا لما كانت الصلاوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات ولذلك أيها الكرام الفضلاء كما سيأتي معنا تحريرا أن من شروط الصلاة دخول الوقت وفرق بين الشرط والركن الشرط يسبق العبادة والركن يكون في صلب العبادة فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة فلا تصح صلاة قبل وقتها إلا ما كان من أحكام الجمع والقصر وهذا له باب آخر وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها وقد شرع الأذان في السنة في السنة الأولى للهجرة النبوية وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم لما عسر يعني لما شق ذلك نعم نعم لما شق ذلك على الصحابة لهم كيف يعرفون أوقات ايش أوقات الصلاة الخمس نعم تشاوروا في نصب علامة لها فأري عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه نعم أري ذلك في المنام وهذه نكتة لطيفة نية الكرم الفضلاء الصوفية والتبالغة جماعة التبليغ وغيرهم يعتمدون على الرؤى والمنامات في إقامة الدين وإن الرؤى والمنامات لا تقيم دينا بعد إتمام الرسالة من خير البريات عليه أفضل الصلاة والسلام فلا يأتي إنسان الآن يقول رأيت أن الصلاة كذا أو أن العبادة كذا أو أن الصلاة النارية أو أنك إلى غير ذلك نعم الرؤى والمنامات لا تقيم دينا بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما كانت في زمانه يقام عليها الدين إذا أقرها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأهل البدع لا زالوا يعتمدون على ذلك في جعل الرؤى والمنامات تقيم لهم الشرائع تقيم لهم الشرائع ولا شك أن اعتمادهم باطل نعم فأرى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الأذان في المنام ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك نعم وقره الوحي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذن من هنا نستفيد أن ألفاظ الأذان تعبدية أن ألفاظ الأذان تعبدية فمن زاد فيها كأهل البدع من الرافضة فأذانهم باطل فاسد فأذانهم باطل فاسد وعلى الإنسان أن يتقيد بألفاظ الأذان كما أقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهي وحي فهي وحي نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان فأولهما التكبير وهو إجلال الله تعالى ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل وإثبات رسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام وهذا من فوائده أنها مفتتعة بالتكبير الله أكبر الله أكبر ومن الأخطاء فيها التي تفسد الأذان ومن الأخطاء التي تفسد الأذان أن يجعل وا وعطف بين لفظ الجلالة وأكبر فيقول الله أكبر فيقول الله أكبر هذا يفسد الأذان أيها الكرام والفؤلاء إنما هي ضمة الله أكبر الله أكبر وليس الله أكبر الله أكبر الخبر هنا غير موجود الله مبتدأ وهو حرف عطف أكبر معطوف على المبتدأ أي أن الخبر غير موجود لكن الله أكبر مبتدأ وخبر يعني لا شيء أكبر من الله عز وجل ومن اللحن أيضا المفسد أن يقول الله أكبر فيجعل ألفا بين الباء الموحدة التحتانية والرأي المهملة وأكبر يعني طبل وهذا يفسد الأذان لذلك كان من السنة أن يتعلم الإنسان الأذان من السنة أن يتعلم الإنسان الأذان ولا يسيما إذا كان فيه عجمة ولا يسيما إذا كان فيه عجمة حتى لا يفسد على الناس عباداتهم حتى لا يفسد على الناس عباداتهم فيقول الله أكبر أو الله أكبر إلى غير ذلك وأيضا من الأخطاء في الأذان التمطيط والتلحين قال الشيخ بن باز ولا يسوغ ذلك ما ينبغي مثل هذا إنما هي ألفاظ تسرد سردا وتفصح فصاحة ولا داعي أن ينغم أو يطر فيقول هذا أذان الحجاز وهذا أذان المدينة وهذا أذان المصريين وهذا أذان أهل الشام وهذا أذان بيت المقدس إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء بل لما سئل الشيخ بن باز عن أذان بعض الناس قال منهم السنة ومنهم البدعة منهم من هو أذانه صحيح منهم أذانه غير صحيح نعم والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقبل فهذا ولم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قالوا أتسرد أم يفصل بينها هناك نوعان من من يقول الله أكبر الله أكبر هنا من يقول الله أكبر الله أكبر قالوا الفصل أولى الفصل أولى ومن وصل فلا حرج لكن الأولى في الأذان أيها الفضلاء أن تفصل بين الألف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا ومن وصل فلا حرج لكن نحن نريد أن نصل إلى ما هو أفضل ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يعني هلموا وأقبلوا حي على الفلاح بعض الناس لا يظهر الحاء فتصبح حي على الفلاة تعالوا للصحرة يعني تسمعونها كذا أم لا كأنها هاء وليست حاء ينبغي أن يظهر حي على الفلاح ويعلم أن يظهر الحاء حرف حلقي وليس حي على الفلاة الفلاح يعني الصحراء والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله والتي لوزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة قيل أطولهم جارحة أم أطولهم معنويا قيل الإثنان محتمل أن يأتي طويل العلق دون أهل الموقف جميعا والله على كل شيء قدير أو قيل يأتي طويل منزلة وكلاهما محتمل نعم والأذان والإقامة فرضا كفاية الفرض الكفاية هو إذا قام به البعض يسقط عن الباقين وإن تركه الجميع أثم وإن تركه الجميع أثم هذا معنى فرض على الكفاية أو معنى فرض كفاية أو معنى الفرض الكفاية وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته فإذا قام به من يكفي وقيل فرض الكفاية وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته 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 نعم فإذا قام به من يكفي يسقط عن الباقين نعم سقط الإثم عن الباقين سقط الإثم عن الباقين وربما يسأل السائل يقول لماذا إذا كان هذا هو الأجر العظيم لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أعمال يتركها رفقة بالأمة وإلا لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا مضاربة في المحرب كل يريد أن يقيميش السنة ودليل ذلك أن النبي يترك أعمال يحض عليها قولا ودليل ذلك لما قال انزعوا ولولا أن يزحمكم الناس لا نزعت معكم والحديث في الصحيح لما مر عليهم في زمزم فقال انزعوا بني عبد مناف انزعوا يعني ارفعوا الماء بالدلاء من البئر ولولا أن يزحمكم الناس فيقولون سنة نريد أن نظر بهذا الأجر النبي نزع من زمزم لنزعت معكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدل أنه يترك أعمالا بأبي أمي عليه الصلاة والسلام رفقة بماذا رفقة بهذه الأمة حتى لا يحدث بينها الشقاق والتنازع مصداقا لقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم وهما من شعائر الإسلام الظاهرة وهما مشروعان في حق رجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس فليس للمرأة أن تؤذن ليس للمرأة أن تؤذن وليس للمرأة أن تأم وما نراه ما حدث في فرنسا قبل أمس من قيام مرأة بإمامة الناس في صلاة الجمعة وما كان يحدث قبل ذلك في بعض البلدان نقول كل هذا باطل كل هذا باطل المرأة لا تأم في الصلاة إلا النساء وتقف وسطهن ولا تؤذن لكن لها أن تقيم في وسط النساء لها أن تقيم في وسط في وسط النساء نعم يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما تعطيلهما فلا يجوز تعطيلهما والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون دينا صيتا حافظا للوقت يكون على دين وأن يكون وهذا الدين أمر مهم أنا أذكر والله هالرؤية يعني سبحان الله إمرأة يعني سألتني قديما انتصلت قالت يا شيخ أرى زوجي دائما في القمامة فقلت لها صدقت رؤياك والعلم عند الله لعله قد أذنب زنبا عظيما ومات به دون أن يتوب قالت كان زوجي عشرين سنة مؤذن مؤذن في الدير عشرين سنة ولا يأخذ أجرا على على أذانه سبحان الله قلت والله هذا الذي يعني يعني يترأى لي فإن أخطأت فأستغفر الله من ذنبي لكن هذا الذي انقدح في ذهني مرت الأيام واتصلت يا شيخ مرة كبيرة في السن يعني وزوجها مات كبيرا في السبعين أو كذا قالت تذكرني قلت لها من أنت قالت أنا صاحبة رؤيا كيت وكيت وقالت نعم ذكرتك قالت يا شيخ أنا تقصيت وسألت كذا هنا محرج منك من ديك المرة لكن أعلم أنه قد ذهب وشهد شهادة باطلة أن هذا المتر من أرض فلان وأرض فلان تعرفون أن هذا الزمان كانت يعني بالشهادة هذه هذه أرض وهذه أرضك فقالت شهد أن هذا المتر متر واحد بس متر واحد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اقتطع شبرا من الأرض من غير حق انطوق ويوم القيام السبع أراضي هذا متر واحد بس بكم؟ بألف ريال في ذلك الزمان كان إيش يعني زي عشرة ولا مية فين في زماننا هذا فلذلك لابد أن يكون المؤذن دينا صاحب دين صاحب ورع سبحان الله أيضة فضل نتوقف نكمن إن شاء الله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم نعم شكرا للمشاهدة